السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين متابعي قناة التعليم الإبتدائي والأساسي أينما كنتم أهلا بكم تنميذ السنة الثالثة تنميذ السنة الرابع وقدم لكم نموذج اختبار الفصل الثالث في الرياضيات مع الحل تابعوا ما التمرين الأول أحمد وزكريا صديقان يعملان في معصرة للزيتون يسجل أحمد كمية الزيتون التي عصرت بينما يسجل زكريا كمية الزيتون التي بيعت أولا في 1 أبريل 2021 سجل أحمد كمية الزيتون التي عصرت في شهر جونفي في بري مارس وجاءت كالآتي 25360 لتر 4000 لتر 1899 لتر المطلوب الأول رتب الكميات المسجلة تصاعديا المطلوب الثاني اكتب أكبر كمية مسجلة بالحروف أولا الترتيب تصعوديا معناها نبدأ من أصغر وحدة إلى أكبر كمية من أصغر كمية إلى أكبر كمية أصغر كمية هي 81999 لتر بعد ذلك 25360 لتر وأكبر كمية هي 40 ألف لتر أكبر كمية هي 40 ألف لتر أكتبها بالحروف 40 ألف لتر لاحظوا كيف تكتب ثانيا تفتح المعصرة أبوابها على الساعة التاسعة سباحا وتغلق على الساعة الثانية بعد الزوال أول مطلوب أكتب الزمن الذي تفتح فيه المعصرة بالأرقام ثاني مطلوب أكتب الزمن الذي تغلق فيه المعصرة بالأرقام ثالث مطلوب أكتب أعسب عدد الساعة التي تكون فيها المعصرة مفتوحة أولا الزمن الذي تفتح فيه المعصرة بالأرقام هو الساعة التاسعة صباحا لاحظوا كيف تكتب الزمن الذي تغلق فيه المعصرة بالأرقام هو الساعة الثانية بعد الزوال الاربعة عشر تكتبها كذلك لأنها ساعتين بعد الاثنى عشر اثنى عشر زائد اثنين تساوي اربعة عشر بحساب عدد الساعة التي تكون فيها المعصرة مفتوحة أقوم بطرح العدد الوقت الذي تفتح فيه المعصرة من الوقت الذي تغلق فيه المعصرة عدد الساعة التي تكون فيها المعصرة المفتوحة هي خمس ساعة التمرين الثاني أمامنا الشكل المقابل سمي النقطة بالنسبة للدائرة ماذا تسمى النقطة بالنسبة للدائرة المطلوب الثاني سمي القطعة أعصي بالنسبة للدائرة أعصي أمامنا ماذا تسمى بالنسبة للدائرة المطلوب الثالث سمي الربيعي A B C D أمامنا المطلوب الرابع ما نوع المثلث A B C أمامنا المثلث A B C أولا النقطة O بالنسبة للدائرة هي مركز الدائرة القطعة A C هي قطر الدائرة لأنها تشمل المركز الربع A B C لاحظوا فيه ذلعين متقابلين كل ذلعين متقابلين متقابلين أربع زاوية قائمة إذن هو مستطيل المثلث A B C فيه زاوية قائمة إذن هو مثلث قائم التمرين التمرين الثلث أو الوضعية الإدماجية أراد أبوك ترميم البيت فأصلح السقف بـ 5900 دينار والأبواب بـ 3200 دينار واسترى ثلاث نوافذ بـ 1800 دينار للنافذة الوحدة واستأجر عربة لنقلهم إلى البيت بـ 500 دينار أحسب مصاريف الترميم استجر أبوك عاملا أجرته اليومية 2000 دينار لليوم الوحد واستغرق خمس أيام للترميم أحسب أجرة العامل أحسب التكاليف الكلية للترميم أولا لحساب التكاليف الكلية للترميم نحسب أولا ثمن النوافذ الأب اشترى ثلاث نوافذ ثمن نافذة الوحدة 1800 دينار أقوم بضرب ثمن نافذة الوحدة 1800 ضرب ثلاثة أجد 5400 إذن ثمن النوافذ هو 5400 دينار الآن أحسب تكلفة النوافذ الأب اشترى النوافذ بـ 5400 دينار وقام بنقلها بـ 500 دينار لإيجاد تكلفة النوافذ أجمع 5400 زائد 5900 دينار إذن تكلفة النوافذ 5900 دينار ثالثا نحسب مصاريف الترميم الأب اشترى النوافذ أو تكلفة النوافذ هي 5900 تكلفة السقف هي 5900 كذلك زائد تكلفة الأبواب وهي 3200 دينار تساوي نقوم بعملية الجمع نجد 15000 دينار إذن مصاريف الترميم هي 15000 دينار رابعا أجرة العامل حساب أجرة العامل العامل استأجره الأب بـ 2000 دينار لليوم الواحد واشتغل خمس أيام لإيجاد أجرته أقوم بضرب 2000 ضرب خمسة وأجد عشرة آلاف إذن أجرة العامل هي عشرة آلاف دينار الآن صرت أدري أجرة العامل وتكاليف المصاريف التي قام الأبو بشرائها أقوم بجبع مصاريف الترميم زائد أجرة العامل لأجد التكاليف كلية للترميم مصاريف الترميم هي 15000 زائد عشرة آلاف أجرة العامل وتساوي 25000 دينار إذن تكاليف الترميم هي 25000 دينار عزائي المتابعين أينما كنتم إذا أعجبكم هذا الفيديو ادعمونا بإعجابكم نلتقي في وقت لاحق بحول الله ومع المزيد من الإختبارات أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا باشتراككم إلى اللقاء